حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤسي حدثنا زهير عن داود بن عبد الله الأودي عن حميد الحميري قال لقيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صحبه مثل ما صحبه أبو هريرة فما زادني على ثلاث كلمات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يغتسل الرجل من فضل امرأته ولا تغتسل بفضله ولا يبول في مغتسله ولا يمتشط في كل يومين حثنا يونس عفان قال حدثنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال لقيت رجلا قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين كما صحبه أبو هريرة أربع سنين قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يومين وأن يبول في مغتسله وأن تغتسل المرأة بفضل الرجل وأن يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفوا جميعا حثنا محمد هو أبن جعفر حدثنا شعبة عن إسحاقه وأبن سويد عن أبي حبيبة عن ذلك الرجل قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولي حاجة فرأى علي خلوقا فقال اذهب فاغسله فاغسته ثم عدت إليه فقال اذهب فاغسله فذهبت فوقعت في بئر فأخذت مشقة فجعت أتتبعه ثم عدت إليه فقال حاجتك حثنا إسماعيل حدثنا أبن عوين عن مجاهد قال كان جنادة ابن أبي أمية أميرا علينا في البحر ستة سنين فخطبنا ذات يومين فقال دخلنا على رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا له حدثنا بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تحدثنا بما سمعت من الناس قالوا قال فشدادوا عليه فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنذركم المسيح الدجال أنذركم المسيح الدجال وهو رجل ممسوح العين قال ابن عوين أظنه قال اليسر ينكث في الأرض أربعين صباحا معه جبال خبز وأنهار ماء يبلغ سلطانه كل منهل لا يأتي أربعة مساجد فذكر المسجد الحرام والمسجد الأقصى والطور والمدينة غير غير أن ما كان من ذلك فاعلموا أن الله ليس بأعور ليس الله بأعور ليس الله بأعور قال ابن عو وأظن في حديثه يصلط على رجل من البشر فيقتله ثم يحييه ولا يصلط على غيره حنى محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان عن مجاهد عن جنادة ابن أبي أميت أنه قال أتيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدجال ولا تحدثني عن غيرك وإن كان عندك مصدقا فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنذرتكم فتنة الدجال فليس من نبي إلا أنذره قومه أو أمته وإنه آدم جعد أعور عينه اليسرى وإنه ينطر ولا ينبت الشجرة وإنه يصلط على نفس فيقتلها ثم يحييها ولا يصلط على غيرها وإنه معه جنة ونار ونهر وماء وجبل خبز وإن جنته نار وناره جنة وإنه يلبث فيكم أربعين صباحا يرد فيها كل منهل منهل إلا أربع مسجد مسجد الحرام ومسجد المدينة والطور ومسجد الأقصى وإن شكل عليكم أو شبها فإن لها عز وجل ليس بأعورة حسنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش ومنصور عن مجاهد عن جنادة ابن أبي أمية الأزدي قال ذهبت أنا ورجل من الأنصار إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في الدجال ولا تحدثنا عن غيره وإن كان مصدقا قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنذرتكم الدجال ثلاثا فإنه لم يكن نبي قبلي إلا قد أنذره أمته وإنه فيكم أيتها الأمة وإنه جعد آدم ممسوح العين اليسرى معه جنة ونار فناره جنة وجنته نار ومعه جبل من خبز ونهر من ماء وإنه يمطر المطر ولا ينبت الشجر وإنه يسلط على نفس فيقتلها ولا يسلط على غيرها وإنه يمكث في الأرض أربعين صباحا يبلغ فيها كل منهل ولا يقرب أربعة مساجد مسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الطور ومسجد الأقصى وما يشبه عليكم فإن ربكم ليس بأعورة